اشتركوا في القناة بحالة من عدم الاستقرار الجوي تؤدي الى سقوط زخات رعدية من مطر تكون احيانا غزيرة في المناطق الشرقية والشمالية الشرقية منطقة حائل وايضا حفر الباطل ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة مناطق الشمالية الغربية 27-16 المناطق الغربية 34-27 وهناك زخات رعدية المطر قد تصل الى المدينة المنورة وبعض اطراف مكة المكرمة وايضا المناطق الشمالية الشرقية 23-14 مع سقوط زخات رعدية من المطر وايضا المناطق الشمالية قد تصل اليها بعض الامطار المنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية 22-21 الرياض والمنطقة الوسطى 32-21 أجواء معتدلة بالنهار لطيفة بالليل والمنطقة الشرقية 31-23 درجة مئوية يوم الاثنين استمرار تأثر المملكة بحالة عنم الاستقرار الجوي في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية وايضا بعض المناطق حائل وايضا منطقة المدينة المنورة ومكة وبالتالي يمكن ان تسقط زخات رعدية من المطر في هذه الاماكن على فترات والحرارة العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية الغربية 27-14 المناطق الشمالية الشرقية 23-15 المنطقة الغربية 33-27 والمنطقة الرياض أجواء معتدلة بالنهار لطيفة بالليل 32-21 والمنطقة الجنوبية الغربية 22-10 والمنطقة الشرقية 30-23 درجة مئوية يوم الثلاثة تضعف حالة عنم الاستقرار الجوي لكن بعد الظهر تتشكل من جديد في المناطق الغربية منطقة مكة المكرمة والمدينة وايضا تنتشر إلى المناطق الشمالية الشرقية تدريجيا وبالتالي تسقط زخات رعدية من المطر أحيانا الحرارة العظمى المتوقعة في المنطقة الشمالية الغربية 26-14 وايضا يوم الثلاثة تتكاثر الويوم في المناطق الشمالية وتتهيئ الفرصة لسقوط زخات رعدية من المطر المنطقة الشمالية الشرقية 23-14 المنطقة الغربية 33-27 والرياض 32-22 المنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع انطار متفرقة 21-11 والمنطقة الشرقية 31-22 درجة مئوية اليوم الأربعة أيضا المنطقة الشمالية والشمالية الشرقية غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات رعدية من المطر العظمى في المنطقة الشمالية الغربية 23-12 حدوث انخفاض واضح على درجات الحرارة والمنطقة الشمالية الشرقية 24-12 المنطقة الغربية 33-26 أجواء غائمة جزئيا مع فرصة لبعض الأمطار المتفرقة والرياض 32-21 والمنطقة الجنوبية الغربية 21-11 والمنطقة الشرقية 32-23 درجة مئوية يوم الخميس القادم إن شاء الله تتكاثر الغيوم في المناطق الشمالية سواء الشمالية الغربية والشمالية الشرقية وانخفاض على درجات الحرارة أجواء لطيفة بالنهار إلى غائمة جزئيا في المنطقة الشمالية الغربية قد تهطل بعض الزخات من الأمطار والحرارة 23-12 والمنطقة الشمالية الشرقية 21-13 لكن المنطقة الغربية 33-26 والرياض والمنطقة الوسطى 33-19 والمنطقة الجنوبية الغربية 21-12 والمنطقة الشرقية 34-23 درجة مئوية يوم الجمعة أيضا أجواء غائمة جزئيا في المناطق الشمالية مع حدوث انخفاض على درجات الحرارة ونشاط في الرياح السطحية وبالتالي إثارة الغبار والأتربة وتدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا منطقة الشمالية الغربية 22-12 مع فرصة لسقوط بعض الأمطار المتفرقة والشمالية الشرقية 20-12 لطيفة في النهار باردة ليلا وأيضا بتكون غائمة جزئيا وهناك نشاط أيضا في الرياح في شمال المملكة قد يؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة وبالتالي تدني مدى الرؤية الأفقية المنطقة الغربية 33-25 والوسطى 32-18 المنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا 21-12 والمنطقة الشرقية 33-23 درجة مئوية مشاهدينا في المملكة العربية السعودية نتمنى الجميع السلامة شكرا لمتابعتكم ونترككم في أمان الله اشتركوا في القناة